تلقت وزارة الموارد المائية والري تقريرا يستعرض موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها عدد من المحافظات مؤخرا ووضحت الوزارة أن التقرير أظهر الدور الهام الذي قامت به أعمال حماية السكان والمنشآت من آثار السيول وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الحماية تمكنت من حصاد حوالي مليونين وثلاثمائة واربعين ألف متر مكعب من المياه خلال موجة الأمطار التي يمكن استخدامها في التجمعات البدوية